العالم الإسلامي بشكل عام والعربي بشكل خاص يحاول أن يغير الحال ونرى في السنتين الماضيتين خصوصا حراكا شعبيا وإرادة عامة للتغيير والثورة السياسية التي تطيح برئيس فاسد أو حكومة مستبدة هي شيء جيد ولكن الحقيقة أن الثورة الحقيقية التي نحتاجها في عالم اليوم هي ثورة أخلاقية ومقاصد الشريعة هي المنهج الذي يمكن أن يقدم منظومة قيم لهذه الثورة الأخلاقية المنشودة العالم المعاصر كما تعلمون جميعا يعاني من أزمات حادة في كل مناحي الحياة الإنسانية ولكننا إذا دققنا النظر وتفكرنا في هذه الأزمات لوجدناها جميعا أزمات أخلاقية سواء في التصورات غير الأخلاقية أو في الممارسات غير الأخلاقية ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون فمثلا الأزمات السياسية كلها أزمات أخلاقية سوريا مثال صارخ على هذه الأزمة الأخلاقية وفلسطين والعراق وبورما وبنجلديش وما يحدث في أفريقيا وما يحدث في الشرق والغرب كله يعبر عن أزمات أخلاقية سياسية في التصور والممارسة وأعجب من أناس عندهم من الصلافة في الحقيقة أن يقولوا أن الاستبداد وإرهاب الدولة في سوريا هو مبرر أخلاقيا نظرا لمفهوم الشرعية وسيادة الدولة وهذا الكلام هذا الكلام في حد ذاته يعبر عن أزمة أخلاقية في مجال السياسة عميقة والأزمات الصحية في هذا العالم كمثال ثان وسريع مردها إلى تعريف غير أخلاقي للطب أصلا كسلعة يشتريها الغني ويحرم منها الفقير بل يموت الفقراء في هذا العالم بالملايين في كل سنة نظرا لافتقاد دواء بدولارين أو ثلاثة ثم حدث ولا حرج عن شركات الأدوية العالمية العملاقة وممارساتها غير الأخلاقية في التبرير والإثبات للأدوية والأطعمة الضارة بالناس واللعب بالبحث العلمي لإثبات أو عدم إثبات الضرر والتعليم كذلك الذي هو لا بد أن يكون حقا لكل الناس أصبح سلعة هو كذلك يحرم منها الفقير ويقدر عليها الغني وأصبح السهداف المدارس في الحروب منظرا مألوفا في الأخبار اليومية والفجوة الرقمية بين الأغنياء الذين يملكون وسائل الاتصال والفقراء الذين لا يملكونها هي أيضا قضية أخلاقية وليست قضية فنية تجعل من يحرم من تقنيات التواصل في هذا العالم يزداد فقرا وجهلا ومرضا وتزداد الشركات التي تحتكر ما يسمى بالمعرفة غنا هذه أزمة أخلاقية والفن الحقيقي الصادق يغطى ويغطي عليه الفن الذي يستهدف تفكيك الفضائل في هذا العالم والذي تنشره صناعة الترفيه عن طريق ثقافة النجوم التي تسطح الشباب وأخلاقهم في هذا العالم ناهيك عن صناعة الألعاب الإلكترونية التي هي ملحقة بصناعة الترفيه والتي في الحقيقة تفسد الشباب عن طريق الإماتة لأحاسيسهم الرحمة والرفق والتواصل الاجتماعي والإنساني أصبح ضعيفا في الأجال الجديدة هذه أزمة أخلاقية أخرى أما في مجال الاقتصاد فحدث ولا حرج فالأزمات الاقتصادية الكبرى التي قتلت وتقتل الملايين وشردت وتشرد وأفقرت وتفقر هي أزمات أخلاقية باعتراف الجميع ولكن الشركات الكبرى تحتكر الاقتصاد في وقت أغلب البشر فيه فقراء تحت خط الفقر وتعقد المنتدايات الاقتصادية العالمية فلا تناقش الأزمة الأخلاقية ولا يناقش الربا والاحتكار والفساد والرشوة واستغلال الضعفاء في عمالة رخيصة لا توفر لهم أدنى احتياجات الحياة هذه أزمة أخلاقية أخرى وألحق بالأزمات الاقتصادية أزمات بيئية تسببها شركات البترول والنفايات النووية التي تلقيها بعض الدول في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية واستنزاف بعض الاقتصادات الكبرى لمصادر هذا الكوكب من ماء وهواء ثم مع فساد مكونات التربة تظهر التقنيات غير الأخلاقية أيضا التي تحاول أن تعدل في الجينات في النباتات والحيوانات بل في الإنسان وتقتل الحيوانات بالملايين فقط لكي يأكل الناس اللحم ويزدادون تخمة ويقتل الحيوان المسكين أحيانا حتى يأكل الإنسان قطعة أو قطعتين من لحمه ثم يرمى هذه أزمة أخلاقية أخرى ثم يقابل التخمة والاستهلاك في بعض المجتمعات المجاعة في مجتمعات أخرى في هذا العالم وبشرا أيضا يموتون بالملايين نظرا لعدم وجود الخبز حتى والماء وماء نداء خبز وماء في الثورات العربية عنا ببعيد والمرأة في وضع لا تحسد عليه في الشرق والغرب وسواء ادعت البلاد التقدم أو لم تدعي فالمرأة سلعة لا تستطيع أن تشتري شيئا دون أن تظهر امرأة تدعو إلى هذا الشيء في دعاية تظهر فيها محاسنها والإحصائيات تظهر الفرق الكبير بين الرجال والنساء في كل المجتمعات في التعليم والصحة وغير ذلك وأخيرا من أمثلة وليس آخرا الحقيقة فالأخلاق في الإعلام فيها أزمة أيضا ومع احترامي لكل الإعلاميين الشرفاء الذين هم معنا في هذه الغرفة وغيرهم الحقيقة نسأل سؤالا أين الحقيقة في الإعلام؟ وأين الأخبار؟ إنما نرى في الإعلام غالبا فيه من الخيال أكثر مما فيه من الواقع وما يصل إلينا من أخبار فقط هو غالبا أرقام القتلة التي تصل إلينا مع نشرات الجوية والأرقام الأخرى دون اعتبارٍ للمنتوج الحضاري للناس أين أخبار الحضارة الإنسانية؟ وأين قصص النجاح؟ وأين التحسن الذي يحدث في بعض بلاد العالم في أي مجالٍ من المجالات؟ أما أن العالم ليس فيه إلا القتل والانتخابات ومقاصد الشريعة على الجانب الآخر يتمنى هذا المركز مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق لمؤسسة قطر منهجاً لمواجهة الإشكالات والإجابة على الأسئلة الأخلاقية التي إنما ذكرت بعضها ذكراً وهو غيضٌ من فيض ذلك أن المقاصد هي المعاني السامية والغايات الرفيعة والأخلاق العالية والأهداف الكبرى التي تتغياها هذه الشريعة كما أنزلها الخالق سبحانه وتعالى ورغم أن المقاصد قد نشأت وما زالت تترعرع في رحم الفقه والأصول إلا أنها بفضل الله تعالى قد تجاوزت هذه الدائرة إلى دائرة أوسع من المنهج الإسلامي لمقاربة كل هذه القضايا المنهج الذي يمكنه أن يقدم حلولاً لمواجهة الأزمات الأخلاقية الكبرى في هذا العالم هذا المنهج يمكن أن يقدم حلولاً على مستوى التعريفات بدايةً لأن هناك أزمة في التعريفات المقاصد تسأل لماذا؟ هذا هو المقصود لماذا؟ فإذا سألنا لماذا الطب وصلنا إلى تعريف أفضل للطب تعريف أكثر أخلاقية لهذا العلم وإذا سألنا لماذا الاقتصاد ولماذا الفن ولماذا الإعلام ولماذا البيئة وهذه العلوم استطعنا أن نصل إلى فلسفة تحافظ على المحتوى القيمي والأخلاقي في التعريفات المؤسسة لهذه العلوم وعلى مستوى القيم مقاصد الشريعة الحقيقة هي منظومة القيم الإسلامية وليست المصالح في المفهوم الإسلامي منفصلة عن القيم قيم الخير والحق والجمال والأخلاق المعروفة بل إن منظومة القيم الإسلامية التي تقدمها المقاصد هي أكثر تعقيدا وتركيبا ووفاءا بالحاجات الإنسانية مما سواها من المنظومات في الفلسفات المعروفة وفيها ترتيب للأولويات من الضروري والحاجي والتحسين والخاص والعام والعاجل والآجل وغير ذلك مما يعرفه أهل هذا الفن ونحن نتشرف بعدد من أساتذتنا وعلمائنا ممن أسسوا لهذا العلم في علمنا المعاصر وفي ثقافتنا الإسلامية المعاصرة الأولويات التي تمليها المقاصد أيضا ضرورية لوضع السياسات وسن التشريعات وضبط الممارسات لأننا لا نستطيع أن نؤطي الأقل أهمية أولوية فوق الأهم لأنها ترتب الأهم فالمهم فنقدم الأهم في الاهتمام والجهد والميزانيات ونؤخر الأقل أهمية وهكذا تقدم الأهداف على الوسائل وتقدم الأصول على الفروع وتقدم الأركان على المتممات والكليات على الجزئيات والمعاني على الشكليات والقيم على الاعتبارات الإنسانية والأنانية والشخصية والمقاصد كذلك تدفع البحث والنظر الأخلاقية لتكامل المنهجية وتعدد أبعاد المنهجية ما من قضية طبية إلا ولها بعد اقتصادي وبعد سياسي وبعد بيئي وبعد ثقافي وما من قضية إلا ولها أبعاد والمقاصد معاني مجردة تمتد وراء التخصصات وتحقق العدل وحفظ الديني والنفسي والعرضي والمال في كل التخصصات وفي قضية متكاملة وفي منهج متكامل المقاصد أخيراً وحتى أختصر هي حجة الله البالغة على عباده والدليل على صدق رسالته التي أرسل بها رسوله صلى الله عليه وسلم وهي تدفع الممارسة الأخلاقية وتحرض عليها وتصل الوعي الإنساني بالخالق سبحانه وتعالى وتصل الناس بضمائرهم وتصل هذا الضمير بالله سبحانه وتعالى وفي هذا حل لكل المشكلات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر